السلام عليكم اليوم سنقدم لكم طبق الدجاج على الطريقة المغربية بطريقة جد بسيطة وسهلة في التحضير نحتاج إلى دجاجة بحجم كبير نقوم بغسله ثم بعد انتهاء من تنظيفه نقوم بتوزيع الملح ملح عادي ملح طعام نقوم بتوزيعه على الدجاج بهذه الطريقة من الداخل والخارج ثم نتركه ليرتح عشر دقائق ونقوم بشفطه بالقليل من الماء ونتركه ليستقفر هذه العملية تساعد على تقليل زفارة الدجاج نحتاج أيضا إلى ملعقتين كبيرتين من الكسبرة المفرومة ملعقة من البقدونس المفروم واحد حبة من الطماطم مفرومة واحد حبة بصلة مفرومة فصين من التوم مفرومين نضع ملعقة صغيرة من الملح ثم ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر أو البابريكا ملعقة صغيرة من الزنجبيل نضيف باقي المكونات القصبراء والبقدونس ثم الطماطم والبصل التو وملعقة صغيرة من السمن نضيف القليل من الزعفران ثم نقوم بخلط جميع العناصر بهذه الطريقة ثم نقوم بدهن الدجاج من الداخل ومن الخارج بهذه الطريقة ثم نتركه ليرتاه لمدة ساعة بعد مرور الساعة قمت بوضع فتحة صغيرة لأمرر منها الرجل الدجاج بهذه الطريقة حتى يسهل لنا تقليبه في الطنجرة نضع الدجاجة في الطنجرة سوف نضهوها على نار ضائلة نقوم بوضع باقي الحشوة نضيف قليل من الزيت القليل من القرفة ثم القليل من الملون الغدائي نضيف الليمون ثم نقوم بالتحريك نستمر في التحريك ثم أقوم بوخزه بشوكة حتى يمتص الدجاج البهارات الموجودة في السلسة نقلب الدجاج وأقوم بنفس العملية أستمر في التقليب من حين إلى آخر حتى ينضج الدجاج تماما يمكن إضافة القليل من الماء إذا احتجنا إلى ذلك بعدما ينضج الدجاج أقوم بدهنه بملعقة صغيرة من السمن السمن البلدي وأقوم بإدخاله إلى الفرن ساخن حتى يأخذ الدجاج اللون الدهابي أقوم بدهنه من الجوانب أقوم بتوزيع السمن على كل الدجاج ثم أدخله إلى الفرن هنا انتهيت من تحمير الدجاج أقوم بوضعه في طبقي التقديم ثم نقوم بوضع القليل من السلسة بهذه الطريقة ثم نزينه به الزيتون الأخضر والبيض المسلوق والقليل من الليمون الليمون المخلل ثم القليل من البطاطس المقلية يمكنكم الاكتفاء فقط بالبطاطس هنا الطبق أصبح جاهز للتقديم بالهناء والشفاء لأي استفسار أو اقتراح المرجو تركه في تعليق أسفل الفيديو والمرجو الاشتراك لتشجيع القناة بضغط على زر الاشتراك وضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد كل أسبوع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر